اشتركوا في القناة والذي سيتحدث فيه كل من الدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام للشؤون العامة وممثل الهيئة في تركيا والدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة بعد ذلك سيكون هناك مجال للضيوف الأكارم الحاضرين والإخوة الصحفيين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم عن موضوعات المؤتمر إن شاء الله الآن نبدأ مع كلمة ترحيبية للدكتور يحيى الطائي مساعد أمين عام الهيئة للشؤون العامة فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بالضيوف الكرام من المشايخ والأساتذة الأفاضل ممثلي الهيئات والرابط الإسلامية الذين شرفونا بحضورهم معنا اليوم ونرحب كذلك بالأساتذة الأفاضل من الرجال الفكري والثقافة والمتابعين للشؤون السياسية والأخوة الصحفيين والإعلاميين ممثلي القنوات والوسائل الإعلامية كافة وأقول لكم جميعا حضوركم هذا يشرفنا ويدل على مدى حرسكم ومتابعتكم للشأن العراقي وتطوراته وأشكر الأخوة العاملين في مكتب الهيئة في إسطنبول على جهودهم في التحضير لهذا المؤتمر وإخراجه بالصورة التي ترونها والشكر موصول كذلك للأخوة في تركيا حكومة وشعبا على استضافتهم لنا وإهتاحتهم الفرصة لعقد هذا المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور يحيط طائي ننتقل الآن إلى الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ليحدثنا عن آخر المستجدات والتطورات في الساحة العراقية وتداعيات الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق فليتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي ونشكر لكم هذا الحضور وهذه المشاركة مؤتمرنا الصحفي لهذا اليوم متعلق بالأحداث الجارية في العراق بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في يوم عشرة عشرة وهذا الموقف سبقا عبرنا عنه قبل الانتخابات وبيننا وجهة نظر الهيئة والقوى المناهضة لاحتلال واستشرفنا النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات وقد جاءت كما توقعنا وأصدرنا بيانا بعد صدور النتائج الأولية بينا فيه الموقف العام ثم انتظرنا حتى تظهر النتائج النهائية كما يقولون وللأسف النهائية هنا من باب المجاز وإلا ليست هناك في العراق نتائج نهائية لا في الانتخابات ولا في غير الانتخابات هو الجدل منذ الاحتلال إلى الآن بشأن العملية السياسية متواصل ولكن نتعامل معه وفق ما أعلنه فلذلك قررنا عقد هذا المؤتمر الصحفي هنا في اسطنبول من أجل بيان وجهة نظر الهيئة التي بالضرورة أيضا تعبر عن وجهة نظر القوى المناهضة لاحتلال ولا سيما القوى المنضوية في الميثاق الوطني العراقي الذي هو الإطار السياسي الجوهو الواسع للقوى المناهضة للاحتلال في العراق لقد رصدنا في هذه الانتخابات وبعد الانتخابات نقاطا كثيرة ولكننا سنقتصر على النقاط الرئيسة منها وكما سيأتي في البداية أكد الشعب العراقي في هذه الانتخابات حقيقة موقفه الرافض للنظام السياسي القائم وعمليته السياسية وانتخاباتها وآثارها وتداعياتها التي لم تتوقف عن جر العراق إلى مستنقع الأزمات والكوارث من خلال المقاطع الشعبية الواسعة التي شهدتها انتخابات يوم 10-10-2021 إن الإحجام الكبير للمواطنين العراقيين عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم على الرغم من الدعم الأمريكي والإيراني والدولي والإقليمي والعربي الرسمي لهذه الانتخابات التي سخرت لها كل الإمكانيات المادية وغير المادية فضلا عن الممارسات التعصفية والترهيبية لإجبار الناس على المشاركة فيها وقد كشف هذا عن فشل الأحزاب السياسية المتنفذة وميليشياتها العسكرية في إقناع العراقيين بدعاوى التغيير والإصلاح التي مل العراقيون سماعها وعدم قدرتها على إقناع الناخبين إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت متدنية جدا بل هي أضعف نسبة تصويت شهيدها العراق منذ احتلالها عام 2003 وفقا لتقارير الجهات الدولية وشهادات وسائل الإعلام التي غطت الحدث وبما يؤكد الفشل الذريع لهذه الانتخابات وغلبت انطباع الإحباط الدولي الداعم له أوقعت المقاطع الواسع للانتخابات مفوضية الانتخابات في العراق في تخبط كبير وتناقضات كثيرة دلت على عدم مهنيتها وارتباكها وترددها وخضوعها للتهديد وهذا فشل آخر يزاد على فشل العملية السياسية كاملة ويظهر مدى عمق الأزمة التي غرقت فيها بسبب هذه المقاطع الكبيرة لقد شهدت الانتخابات الأخيرة بعدا جديدا في العملية السياسية وهو الانقلاب على نتائج الانتخابات وعدم القبول بها أو التشكيك في مفوضية الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والمطالب بإعادتها من بعض القوى المتنفذة في النظام السياسي هذا هو الجديد قوى متنفذة في النظام السياسي مشاركة في الحكم منذ الاحتلال حتى الآن تطالب بإعادة الانتخابات وهذا لم يحدث سابقا وتحديدا هي الجهات المتجمعة تحت خيمة الميليشيات وتشكيل ما يسمى الحشد الشعبي الإرهابي وهو أمر كان مجرد المطالب به يعد عدوانا على النظام السياسي وإرهابا خطيرا مهددا لتركيبة الحكم الطائفية في العراق وسبة توصم بها القوى المناهضة للاحتلال إن الشعب العراقي بموقفه القوي والرائع هذا قد برهن على قدرته في اختيار مصيره وتحديد مستقبله عن طريق حل شامل لمشكلة العراق وإخراجه من قعر الهاوية التي سقط فيها منذ غزوه واحتلاله سنة 2003 لجأ النظام العربي الرسمي كما هو متوقع للأسف إلى تضخيم أثر بعض القوى السياسية واحتفى بتقدمها على غيرها وتجنب الحديث عن المأزق الأخلاقي الكبير الذي وضع فيه الشعب العراقي الجميع برفضه للانتخابات كخيار وحيد للتغيير في العراق رصدنا أيضا محاولة كثير من الجهات الداخلية والخارجية الإهام بأن الجناح الإيراني قد خسر الانتخابات وهذا مما لا صحة له ونؤكد على ذلك فكل القوى التي تحظى بالدعم الإيراني وتتمتع بفوائد النفوذ والهيمنة الإيرانية في العراق قد حصلت على ما تريد بل وزادت من نفوذها وقبضتها على مقاليد الحكوم وأغلبها لديها ميليشيات ومجموعات مسلحة والفارق الرئيس هو تغير النسب والحصص فيما بينها وتراجع حضوث ثيار الحجد الشعبي بسبب جرائمه الكبيرة ضد العراقيين جميعا لم تقتصر جرائمه على منطقة محددة ولعل شباب ثورة تشرين نالهم جزء كبير من هذا الإرهاب الذي مارسته ميليشيات الحجد الشعبي إذن تراجعت حضوث ثيار الحجد الشعبي بسبب جرائمه الكبيرة ضد العراقيين جميعا وهو تراجع ليس لصالح قوى وطنية مناهضة للمشروع الإيراني بل لحساب جناح إيراني آخر وفصائل ميليشيوية أخرى لا تقل إجراما عن الحجد الشعبي إن شكل مجلس النواب القادم والحكومة الممبثقة عنه ما زالا رهنة حكم الأطراف الممسكة بمفاصل الأحداث في العراق وهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع غلبة ميدانية للجانب الإيراني الذي سيفرض إعادة إدخال تيار الحجد الشعبي في القرار السياسي بغض النظر عن حجمه الانتخابي وسيتسبب هذا الأمر الخطير في استمرار تغول الميليشيات في العراق ومن ذلك سيطرتها على عدد مهم من المنافذ الحدودية مع دول الجوار وبما يتيح لها فرصا كبيرة لزعزعة أمن هذه الدول واستقرارها كما هو حاصل في سوريا ويعزز وجود بعض الفصائل الإرهابية في شمال غرب العراق وتهديدها لأمن العراق وتركيا كفصيل البككة الذي كان المتحكم الرئيس في عملية الانتخابات في منطقة سنجار فصيل ميليشياوي إرهابي غير عراقي يتحكم في سير الانتخابات في منطقة عراقية واسعة وهذا مثال من أمثلة فساد الانتخابات في العراق وكذلك زيادة فرص تهديد هذه الميليشيات لأمن الأردن ودول الخليج ولا سيما السعودية والكويت فرض المشهد السياسي بعد الانتخابات حقيقة جديدة في الواقع العراقي ينبغي التعامل معها من خلال إعادة النظر في الرؤى السابقة للحل في العراق وتقديم تقديرات جديدة للمواقف تقوم على إعادة الاعتبار للقوى المناهضة لاحتلال والتعامل معها وفق ما قدمته من جهود وطنية صادقة ورؤية واقعية للتغيير واستشراف دقيق لمآلات النظام السياسي القائم وعمليته السياسية وفي ظل انسداد تام لأفق أي حل ترقيعي في سياق العملية السياسية الحالية وهذا الخطاب هو للنظام الرسمي العربي وبعض الدول الإقليمية ودول جوار العراق إن الحكومة الحالية في العراق هي حكومة تصريف أعمال فحسب ومن المتوقع أنه ستطول مدتها عدة أشهر حتى تشكيل الحكومة القادمة كما هو معتاد في العراق بعد الاحتلال بسبب النزاعات بين الأحزاب والكتل السياسية على تقاسم المناصب والحصص الوظيفية وعليه ينبغي علينا هنا واجب التوضيح لشعبنا الصادر أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي لا يجوز لها أن تقدم على أي عمل أو تتصرف أي تصرف يضر بالعراق ومقدراته فتاريخ العراق بعد الاحتلال فيه الكثير من الشواهد على خطر التصرفات التي تقوم بها الحكومات المنتهية وتورطها في عمليات الفساد والسرقات وتمرير الصفقات بعيدا عن المسؤولية ودون خوف أو وجر من الملاحقة القانونية وفي هذا السياق ندعو القوى والجهات والفعاليات المقاطعة للانتخابات داخل العراق إلى تشكيل إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي للعملية السياسية وميليشياتها فهي القوى المقاطعة للانتخابات المعارضة داخل العراق مع القوى المناهضة للاحتلال المقاطعة للعملية السياسية منذ بداية الاحتلال هم الجهتان الأجدر والأولى بالتحدث عن العراقيين وتمثيلهم وليس مجلس النواب الذي سينبثق عن هذه الانتخابات وذلك الاستثمار حالة المقاطعة التي نتجت عن وعي شعبي كبير ومتزايد وتحويل ذلك لعمل سياسي مؤثر لتأسيس المرحلة الوطنية التي يصب إليها الشعب العراقي بجميع أطيافه ويأمل من خلالها باستعادة حقوقه لتكون بديلا عن عملية المحاصصة الطائفية والعرقية وأخيرا نتوجه بالشكر والامتنان للشعب العراقي على موقفه الشجاع من النظام السياسي القائم المعبر عن روحه الوطنية الغالبة ورفضه الصريح لمخرجات هذا النظام الخطيرة ومنها هذه الانتخابات التي كانت مقاطعتها دليلا على مدى الوعي عالي المستوى الذي وصل إليه الشعب وقناعته بعدم جدوى الألعاب السياسية التي تمارس عليه منذ سنوات طويلة هذه أهم النقاط والمحاور التي تم رصدها من قبل القسم السياسي في الهيئة للانتخابات وما جرى فيها وما جرى بعدها وما سيجري أما النقاط التفصيلية فإن شاء الله ستناول بعضها من خلال الإجابة على الأسئلة شكرا جزيلا للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الآن نفتح المجال لأسئلة الإخوة الضيوف والصحفيين مع ملاحظة بسيطة إن شاء الله لا تتجاوز المداخلة أو السؤال دقيقتين مع تعريف المتحدث بنفسه والجهة التي يمثلها أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها تفضل طارق شريف مراسل قناة الراضي ما هو رأي أي فرلماء المسلمين في نسبة المشاركة بالانتخابات وكم تقدر النسبة من وجهة نظرها هذا السؤال السؤال الثاني هل تتوقعون أن تدخل العملية السياسية في مرحلة أشد تعقيدا مما كانت عليه بعد انتخابات عام 2018 نعم بالنسبة للشق الأول المعلومات المتوفرة عن الانتخابات لدينا أو لدى الجهات المتابعة سواء كانت هذه الجهات جهات سياسية دولية أو إقليمية أو جهات إعلامية تدل على أن واقع الانتخابات كان كارثيا بكل ما لهذه الكلمة من معنى والدليل الصراعي القائم إلى الآن من يوصفون الآن بالخاسرين في الانتخابات تيار الميليشيات الحجدي الآن يقيمون تظاهرات واعتصامات في بغداد ضد مفوضية الانتخابات ضد النظام السياسي يطالبون بعادة الانتخابات واتهام جهات بالتزوير وما إلى ذلك ويهددون بالذهاب إلى آخر نقطة متوقعة يعني تهديد واضح وصريح جدا فهذا دليل على أن هذه الانتخابات أنتجت وضعا كارثي أما إذا جئنا إلى النسب النسب والأرقام التي أعطيت إلى الآن وتعددة حتى المفوضية التي ينبغي أن يكون أو تكون النسبة التي أعلنت عنها هي القاطعة غير صحيحة لا أقول غير دقيقة بل هي غير صحيحة بالمرة وهناك اعتراضات عليها دولية وأقليمية هي أعطت نسبة 41% أو ما يقارب ذلك جهات مراقبة للانتخابات هناك دول غربية هناك بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق فضلا عن بعض الدول تابعة من خلال سفاراتها لم يكن لديها بعثات لمراقبة الانتخابات مع قصور كبير في المراقبة ثمانمائة مراقبة فقط لآلاف المحطات الانتخابية وفي المدن الرئيسة فقط لكن أقول الرقام التي أعلنت أو التي اجتهدت بعض الجهات في إعطائها تتراوح بين الستة بالمئة و تسعة عشرين بالمئة ستة بالمئة هي النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بدون أن تشعر عندما بدأت الاعتراضات من هذا الطرف الخاسر قالوا سنعيد النظر في ستين ألف صوت التي تشكل ستة بالمئة من مجموعة الأصوات يعني بحساب بسيط جدا إذا المجموعة الأصوات أو مجموعة المشاركين هم مليون فقط وهذا يعني بأن النسبة لا تتجاوز ستة بالمئة ثم بعد ذلك بقدرة قادر أعلنت عن نسبة واحد واربعين بالمئة بناء على طلبات خاصة من جهات داخلية وخارجية نجعل الدول الغربية والبعثات المراقبة أو السفارات أعطوا أرقام مختلفة يعني تتراوح بين 12 و 13 و 15 و 18 و 20% وهذه النسبة تتفاوت بين الدولة الفلانية والدولة الأخرى فهناك دول داعم الانتخابات بكل قوة وبأي طريقة وتريد أن تظهر المشهد على أنه مشهد ديمقراطي حقيقي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن يلف يعني حولهم والنظام العربي الرسمي للأسف يدور في هذه الدائرة وهناك دول لا أعطت نسب أخرى بل معلومة يعني مهمة جدا من خلال مصادرنا وتواصلنا مع جهات عدة أنه حتى الاجتماع الذي المفروض أو الرأي الذي مفروض أن يصدر بالتنسيق بين الأمم المتحدة والدول الأوروبية ليعطاء موقف موحد الاجتماع الذي عقد لاتفاق على نسبة قد فشل ولم يكتمل ومن هنا اختلفت النسب إحدى القوى السياسية المشاركة في الانتخابات ولم تفز وقالت نحن قاطعنا الانتخابات بعد الانتخابات أعطت نسبة 12% من حصيلة كل هذا الذي جاره نستطيع أن نقول بطمئنان كنسبة وسطية بين هذه الأرقام أنه حجم المشاركة لا يتجاوز 15% أبدا ونكون أمير شخصيا إلى أقل من ذلك ولكن هذه جهات متعددة مختلفة ليست على مشرب واحد داخل العملية خارج العملية غربية عربية وما إلى ذلك وهذا دليل يؤكد ما قلناه في بداية المؤتمر الصحفي أنها أدنى نسبة مشاركة وهي أكبر نسبة مقاطعة للانتخابات انتخابات الأولى شهدت مقاطعة 42% من السكان لها الآن الانتخابات هذه 85% بناء على هذه النسبة أما بالنسبة للسؤال الثاني هل تشهدون مرحلة شد تعقيدا؟ نعم ستتعقد الأمور كثيرا كما تعودنا دائما ولكن في النهاية سيتم تلافي هذا الموضوع كما قلنا وإعادة الاعتبار للحجد الشعبي ولغيره وتقسيم الكعكة العراقية وفق نسب معينة مع الاحتفاظ هناك توجه أقولها بوضوح صراحة توجه دولي أممي ولكن لاحظتم البيان الذي صدر بالأمس من مجلس الأمن بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن بيحتة الممتحدة والمساعدة العراقي يهنئ الشعب العراقي بنجاح الانتخابات فالتوجه واضح أن انتخابات ناجحة وديمقراطية وما إلى ذلك الفائز الأول كما يقولون أو صاحب أعلى أصوات يبدو أنه ستكون له حظوظ كبيرة لأن هناك توجه دولي وأقليمي وعربي لدعم هذا التيار على الرغم من أنه هذا التيار قدم تنازلات مباشرة عندما جرى الحديث عن موضوع الكتلة الأكبر ولكن يبدو أن هناك دفع وتحديدا أمريكي بريطاني خليجي لدعم أن تكون هذه الكتلة التي حازت على أعلى الأصوات هي في مقدمة الترتيبات القادمة في العراق وترتيب الأوضاع وعطاء الحصص والترضي التي جرت في الحكومات السابقة في حكومة الكاظمي وحكومة عادل عبد المهدي وحكومات العبادي والمالكي أما بالنسبة لرئيس الوزراء فأعتقد أنه سيكون أيضا مرشح تسوية كما جرى في المراحل السابقة فإذن تطورات خطيرة جدا ولكن عندما يتم الترتيب النهائي والإخراج تهدأ الأمور لأن هناك سيطرة مركزية على ما يجري في العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك دكتور وللهيئة وللأخوة الحضور السؤالي اليوم عرفنا أن هذه مجموعة تعالوا احتلونا ودجلهم الخيار الآن أكو ثمانين بالمئة من أبناء الشعب العراقي لم يذهب إلى الانتخابات إذا مو أكثر في هذه الانتخابات ما هو المشروع كيف من سيصل إلى هذه الأصوات الرافضة لهذه العملية السياسية والغرب وكل المؤسسات الغربية إعلاميا من هيئة أمم المتحدة الكل يطبل للفاسدين ويريد بقاء هذا المشروع بالعراق والشعب العراقي أيس من هذه المجموعات وحاول أن يعاقب بعض الفصائل الولائية اللي جرائمها بحق أبناء تشرين كانت الأثر الأكبر لأنه نزلت الأصوات عندهم إلى هذا المستوى كتل من 22 إلى 50 اليوم تجيب أربعة إلى خمس أصوات في البرلمان المهم العملية هذه فاشلة سؤالي دكتور من سيطالب بحقوق الثمانين بالمية وما هو مشروعنا القوة الرافضة للاحتلال كيف سنتعامل مع هذه العملية بهذه النتائج ونحن نعرف شعبنا أيس من هذه المجموعات الباعثة شكرا جزيلا بارك الله فيك أستاذ باجت لعلنا أشرنا في الملخص الذي تلوناه قبل قليل دعوتنا للقوة المعارضة للعملية السياسية والمقاطعة وهي من تعنيها القوة الحية داخل العراق من مختلف المكونات والأطياف وفي مقدمتهم شباب ثورة تشرين إلى ترتيب أنفسهم وتنظيم أنفسهم في إطار جامع حتى يكون القوة سياسية ضاغطة لأن قناعتنا في الهيئة أن حتى من فاز باسم ثورة تشرين في هذه الانتخابات لا يمثل حقيقة روح ثورة تشرين ومقاصد ثورة تشرين وشباب ثورة تشرين فهذه الدعوة هي في هذا السياق لأن القوى المناهضة لإحتلال كما تعرفون رتبت أوضاع منذ زمن طويل على مشروع محدد وعلى إطار سياسي معروف ومعلن المشكلة ليست هنا المشكلة هي في الرسالة التي أرسلناها وطالبنا بتعادة تقدير المواقف والرؤى في العراق المشكلة في العراق ليست في أبنائه ليست في قدرتهم على استخلاص البلد من جماعة كما سميتهم تعالوا احتلونا وإنما المشكلة هي في المجتمع الدولي الإطار الإقليمي النظام العربي الرسمي هذه ثلاثتها ارتضت الواقع الجاري في العراق وما لم يكن هناك تغيير في هذه الرؤى والمواقف لن نصل إلى نتيجة مرضية هذه إذن دعوة من هذا المؤتمر الصحفي نقول لكل هذه الجهات لكل هذه الدوائر لكل هذه المحاور سابقا كنا نتعامل ونتحدث هنا عن الهيئة كنا نتعامل بطريقة كما يقولون سياسية في طرح وجهات نظرنا في تفهم وجهات النظر الأخرى مع عدم قناعتنا بها وكانت لدينا نسبة إعذار ما لبعض الجهات لبعض الدول على أساس أنه الصورة غير واضحة المعلومات غير دقيقة الظروف لا تسمح الأمور الآن في العراق تغيرت بشكل متاب نقولها بصراحة لا إعذار لا مراعاة نطالب بشكل واضح وصريح بتغيير الاستراتيجية العربية إن كانت موجودة في العراق من غير المعقول أن يدعم النظام الرسمي العربي تيارا ما مواليا لإيران بذريعة أنه معتدل بذريعة أنه يمكن الاستفادة منه بذريعة التخفيف من مظار التيارات الأخرى تيار الحجد الشعبي أساء للعمل السياسية قبل أن يسيء للعراقيين فلذلك يراد أن يحجم الآن لإعطاء صورة جديدة للعراق أنه عراق ديمقراطي وما إلى ذلك فتم عادة ترتيب أوراق اللعب كما يقولون بطريقة الأخرى لكن للنظام العربي الرسمي وللنظام الإقليمي عدى إيران له تأثير حقيقي في الساحة العراقية والدليل على ذلك أن هناك صراعا للأسف أقولها بألم صراعا عربيا وتحديدا صراعا خليجيا في الساحة العراقية لدعم هذا التيار أو ذاك التيار وكل التيارين المدعومين في العراق من الدول العربية يصبان في ذات المصب لأنهم يتحالفان مع القوى المدعومة إيرانيا فالنتيجة نريد أن نجد تيارا بعيدا عن إيران وإذا بنا نصف النهاية في صالح هذا التيار وتعزيز قواه فإذا لا تغيير للواقع العراقي إلا إذا تغيرت هذه الرؤية وإلا ذاك ذلك استراتيجية عربية وأقليمية ودولية تقتنع بجدوى التغيير في العراق وللأسف المؤشرات المحلية والأقليمية والدولية لا تدل على ذلك واجبنا إذن أن نهيئ أنفسنا وننتظر اللحظة المناسبة متغير إقليمي متغير دولي ممكن من خلاله أنه نقوم بالواجب تجاه شعبنا العراق بارك الله بارك الله بارك الله فرعلك حيس كاتب والصحفي من السعودية أعتقد أنه نشرت أحد الفضائيات وظنها الشرقية أنه وحدة ناجحة في المنتخابات بعدين اكتشفوا أنها متوفية قبل سنتين يعني هذا من ضمن المهازل التي تابعناه أعتقد أن الانتخابات ما هي إلا مساحيق يعني حقيقة اكسباير تضر على وجوه بعض السياسيين يعني والغريب في الأمر أنه لما تفوز قائمة بالانتخابات تقول أن الشعب العراقي اختار ناخبية بكل حرية وهذا الديمقراطية وسوف نقضي على الخوانة والعملاء والجواسيس والفاسدين لكن عندما تسقط تصدر هذه نفس القائمة بيان أن هذه الانتخابات مزورة وفاشلة وسوف نأخذ نعيد الصواب والشعب العراقي يغف معنا ويعيد المسار الصحيح ولا نعترف بهذه الانتخابات لأنها مزورة وفاشلة من حيث المبدأ السؤال دكتور قيم مؤتمر في أربيل خصوصا للمكون السني قبل الانتخابات ويحلل البعض أن هذا لتشويه المكون السني قبل الانتخابات تلك أيضا تسقط أو تداهور كما هو حال المكون هل مؤتمر أربيل له علاقة في الانتخابات أو لا شكرا تقصد مؤتمر التطبيع أولا هو ليس مؤتمرا للمكون السني وليس مؤتمرا سياسيا وإنما هو مؤتمر تطبيعي بامتياز والذين شاركوا فيه من جميع الفئات والمكونات وللأسف برضى وبعلم الجهات الحكومية الآن في العراق وإن ادعت غير ذلك لكن نستغل هذا المؤتمر لدواع انتخابية فانتفض المنتفضون وصرح المصرحون وأصبح الكل مع الشعب الفلسطيني وضد الكيان الصهيوني وكلهم يمدون الخطوط مع هذا الكيان بل ويشاركون في عملية سياسية في العراق والنظام سياسي فقيم لحماية الكيان الصهيوني أساسا فقط أعطي معلومة واحدة وأن تقص على ذلك طبعا الجيش الأمريكي الجيش المحتل فيه يهود هذا أمر معلوم جيوش الدول الغربية الأخرى فيها يهود نحن لا نتحدث عن اليهود هنا ولكن ما رأيك بوحدة صهيونية بلباس الجيش العبري تدرب قوات الشرطة العسكرية العراقية في أحد المعسكرات في جنوب بغداد في ظل هذه العملية السياسية في السنوات الأولى للاحتلال معنى أن النظام السياسي قائم بالتطبيع لماذا لم يعترضوها على هذا لماذا لم يذكروا هذا ثم بعض الذين في العملية السياسية الآن ليس لديهم أي موانع فقط المشكلة هي في إعلان هذا المؤتمر والطريقة التي رتب بها في الانتخابات فجهات استفادت من هذا الموضوع وزايدت وجهات لم تستفيد منها لكنه لم يؤثر على تركيبة الانتخابات لأنها حصص الآن عندما يطبل أو تطبل إحدى الكتل السنية وأنها فازت والمرتبة الثانية المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد لكن من حيث النسبة حديثنا في العراق حديث نسب منذ الاحتلال إلى الآن نسبة السنة العرب في العملية السياسية في الانتخابات هذه لا تتجاوز الرقم المتفق عليه وفق سياسات التوافق منذ مجلس الحكم إلى الآن 19-20% فقط هي هي احسب الآن جميع أصوات الناجحين من السنة بين قوسين لا تتجاوز هذه النسبة ولكن عندما يكون الرقم الأول 73 فلان والرقم الثاني 33-34 خمانة دجوز يزيد لأن بدأوا يأخذون من باقي الكتل ويزيدون على الكتل الأخرى القائمة الفلانية السنية كانوا انتصار وأعيدك هنا عذرني على الإطالة اللجنة السداسية العربية في عام 2009 لما كانت تعدل انتخابات العراق ودعمت القائمة التي كان يزعمها في وقت ياد علاوي حصلت هذه القائمة على 91 مقعد وهي القائمة أو الكتلة الأكبر غير طبعا وفق المحكمة الاتحادية صارت الكتلة الأكبر لها تفسير آخر وصعد المالكي بدل أياد علاوي بضغط إيراني الطموح العربي في ذلك الوقت كانوا يقولون كنا نتمنى أن تفوز قائمة السيد أياد علاوي حتى تكون القوة الثانية في البرلمان وتكون قوة معارضة يعني الطموح هو أن تكون عندهم قوة معارضة مو الطموح بعض لذلك هذا يفسر تنازل السيدة ياد علاوي وغيره بالضغط الإيراني عن المكسب الذي حققوه وقتها فإذن القصة يعني كما قلت لك هي قصة نسب معدى ومهيئة ولم يؤثر هذا المؤتمر وإنما أعطانا شيء إيجابي هذا المؤتمر كشف عن معدن الشعب العراقي المعروف في مساندته للقضية الفلسطينية ورفضه المطلق للتطبيع بحيث عملية سياسية منذ 18 عاما برعاية أمريكية وصهيونية لم تنجح في كسب منصة صغيرة لها للتطبيع في العراق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رابطة علامة أريتريا حسن سلمان عندي حقيق سؤالين نسأل أول أشكر الإخوة في المنصة الدكتور مسنة ودكتور الطائ على تقديمهم هذه المعلومات القيمة عن الانتخابات العراقية عندي سؤالين السؤال الأول القراءات معظمها تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار صراعها مع الصين تعمل على إعادة التموضع في منطقة الشرق الأوسط ويبدو بطبيعة الحال ما يجري في العراق من سياقات عموما انتخابية وغيرها أكيد يعني يصب أيضا في في هذا الاتجاه فما هي رؤيتكم عموما لوضعية العراق في المرحلة القاضية من هذه الرؤية السؤال الثاني موقف الهيئة واضح جدا خلال السنوات الماضية وإلى الآن في أنها تصر وبصورة واضحة بأن العراق تحت الاحتلال وأن كل ما نتجه عن الاحتلال من عملية سياسية لا يخرج ذلك العراق من دائرة الاحتلال ومعروف عموما في العلوم السياسية أن أي شعب يخضع للاحتلال يطرح فكرة التحرر والتحرر له أدوات أدوات زاد طابع ثوري لكن من خلال تقييمنا عموما نلاحظ بأن تعاطيكم خلال فترة الماضية مثلا بأدوات سياسية هل يمكن أن يمهد هذا الوضع الحالي أن والله الشعب العراقي يطور الحالة وأنا هنا لا أحاول أن أفصل كثير لكن هل يمكن أن يطور إلى أداء ثوري باستخدام أدوات ثورية لفرض الخيارات الشعب العراقي في مسألة التحرر ولا سنظل على الأقل في أن والله الجو قير مهيئة والمنطق وأنا أتفهم حقيقة في أن فعلا أي حالة ثورية أيضا إذا لم يتهيئ لها البيئة والحاضنة الإقليمية قد تكون فيها صعوبة أيضا لكن هل نتوقع أنه لا يمكن أن تتجه الناس إلى فرض أدوات ثورية في المرحلة القادمة شكرا بالنسبة للسؤال الأول معلوم أن هذا الصراع الأمريكي الصينية وإعادة الترتيب والتموضع الأمريكي جارية وشواهدها في العالم وفي المنطقة كثيرة جدا ولعل حالة أفغانستان هي شاهد بارز ووضع على هذا الموضوع ونحن في العراق لا نغفل عن هذا ولكن الوضع في العراق وفي المنطقة في منطقة الخليج أو سمها بالمسمى الاستعماري الشرق الأوسط تختلف عن باقي المناطق موضوع الطاقة أولا وقبل ذلك موضوع القضية الفلسطينية ووجود الكيان الصهيوني والدولة العبرية مهما غيرت أمريكا من تموضعاتها فأن التموضع وحماية أمن الكيان الصهيوني سيبقى ثابتا من ثوابت السياسة الأمريكية وهذا سيبقى المنطقة مشتعلة نقطة ثانية أن الاحتلال في العراق هو احتلال أمريكي ممثل باقي البلدان كل بلدان الأخرى تعاني ولكن أمريكا تدخل في هذه البلدان مرة يعني داعمة للأنظمة السياسية ومرة أخرى في الظاهر مع الشعوب ولكنها تدعم بقاء الأنظمة عندما تعطيها الأنظمة تنازلات العدو الأول ليس أمريكا فيها العدو الأول في العراق هي أمريكا وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا العدو الثاني هو إيران يعني بمعنى أن هناك في العراق احتلالين وليس احتلالا واحدا وهذه معادلة غريبة غير موجودة هناك نفوذ في بلدان أخرى أما في العراق احتلال حقيقي مادي محسوس أمريكي وإيراني فأكو خصوصية للوضع العراقي وهذا يجرنا للحالة الثورية تكاد تكون الحالة العراقية هي مثال الوحيد على بدء العمل الثوري قبل العمل السياسي فالمقاومة العراقية في عام 2003 ما انتظرت رأي سياسيا فتوى شرعية جبهة وطنية تتطور بعد ذلك إلى كفاح مسلح بدأت هي وبدأت سياسيون يركضون خلفها من أجل أن يلحقوا بها وما زادت الحالة الثورية موجودة في العراق ولكن كما قلت الظروف غير مهيئة لظهورها لا ساند لا ظهير لا متفهم لا داعم فضلا عن تهم الإرهاب الجاهزة بسبب خصوصية المرحلة يعني وضع أفغانستان مثلا مثال مهم جدا ممكن أن يبنى عليه لكن أفغانستان بعيدة أفغانستان محصورة أفغانستان داخل لاعب أساسي في الصراع الأمريكي الصيني بعيدة عن الخليج بعيدة عن حقول الطاقة بعيدة عن الكيان الصهيوني فالظروف المهيئة في غيرها نقطة أخيرة أنه لا يوجد في العراق شبر محرر يمكن أن تقوم عليه حالة ثورية الميليشيات تدخل إلى المدن العراقية الحجد الشعبي بعد أن تقصفها طائرات التحالف الدولي طائرات الاحتلال الأمريكي ومن معه وتقصفها المدفعية الفرنسية والألمانية وكل دول العالم والبريطانية ثم تدخل هذه الميليشيات وترفع الرايات كأنها حررت وبينهما صراع السياسي أمريكا وإيران فالحالة غير نموذجية أما بالنسبة لتوقعات المستقبلية فنحن قبل سنوات قلنا بأنه العراق تحكمه عشريات يمر في كل مرحلة من تاريخي بعشر سنوات ونحن في العشرية الرابعة وهذه العشرية غير متوقع أن تتغير إلا مع بدء عام 2023 بسبب تغيرات ما في المنطقة إقليمية وفي بعض دول الجوار ممكن أن تؤذن ببعض المتغيرات الأخرى والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحابه أجمعين يبدو في العالم العربي لأنه تعليق على ما تفضل به الأخ لأنهم يعتقدون أن الأموات أحياء عند ربهم يرزكون لذلك يشاركوا في الانتخابات ويفوزوا من هذا ربنا الآن جزاكم الله خيرا على هذه الإضاحات ولكن أنا أريد أن أسأل نحن عندنا ما تفضلتم به من معوقات كبيرة وواضحة ومؤامرات على شعوبنا وعلى أمتنا كبيرة ولا يتوقع من الأعداء إلا ذلك مشكلتنا فينا الآن إذا كنا نتكلم عن 80% من الشعب العراقي أو أكثر هو معترض على هذه يعني ما هي جهود الهيئة لجمع هذه الجهود لكي تكون في إطار واضح أعتقد عندما يكون عندنا 80% لو كان منهم 60% 50% هذا ثقل كبير يمكن أن يكون له آثاره وترتيبه الذي يواجه هذه المؤامرة الكبيرة ومهما كان من أعداء ومن عداء الثقل الشعبي لا سيما عندما يكون بهذا الزخم الكبير لا بد أن يكون له آثاره فما هي الجهود التي ترونها والتي تقومون عليها أنتم والقوى المتوافقة لجمع كلمة الشعب العراقي 80% معنى ذلك الشعب العراقي في إطار واحد لتحقيق مصلحته والخروج من مثل هذه الأزمة وجزاكم الله خيرا الله يبارك شكرا دكتور نواف حقيقة السؤال مهم جدا وما جاء به الاحتلال ربما الكثير لا يعرف الاحتلال جاء ليقسم الشعب العراقي على أساس طائفي وعرقي وإثني بمعنى العراق يجب أن يقسم إلى الشيعة، سنة، أكراد، أزيدية وباقي المكونات الهيئة منذ بداية الاحتلال وعت إلى هذا المشروع التقسيمي الذي يفتت النسيج الاجتماعي للعراق وكان سبب اعتراضنا على كثير من الأمور بأنه غياب الهوية الوطنية للعراق بمعنى الولاء للطائفة وليس للوطن وهذه كانت مشكلة كبيرة منذ بداية الاحتلال كانت لنا جهود كبيرة الجهد الأول كان في المؤتمر التأسيسي نجمع جميع طوائف الشعب العراقي تحت مظلة واحدة ومرت هذه التجربة بعد ذلك كانت لنا تجربة ولا أزال موجودة هي الميثاق الوطني العراقي الغاية الأساسية أن هذه المكونات العراقية الرافضة للاحتلال الرافضة للعملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية تكون في إطار واحد وهذه لها أهداف محددة وحدة العراق وحدة الشعب العراقي إلى أخر منه الآن مثل ما تفضلتم الآن نسبة المقاطعة تجاوزت الثمانين في المئة ثمانين خمسة وثمانين في المئة هذا يحتاج إلى جهد لماذا؟ نحن نحتاج إلى إطار الآن يعني سابقا عندنا إطار القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية الآن ظهر جبهة أخرى رافضة لعملية السياسية أيضا ورافضة لكل مخرجات ما حصلت ما بعد 2003 وما حصلت من النظام السياسي الهيئة كانت جهدها كبيرة في فضح المخططات التي تستهدف بنية المجتمع العراقي التي تستهدف العراق أرضا سماء من كل هذه وبدأت كل هذه المخططات تحاول أن تبين للشعب العراقي مظارها هذه المقاطعة ما كانت لتحصل هذه المقاطعة الكبيرة لو لا الثقافة العالية لو لا أن الهيئة استمرت على منهجها ثابتة ودائما تقول بأن هذه العملية السياسية فاشلة ولا يمكن أن تنجب مشروعا وطنيا يحمل عراق وأهله ولا يمكن أن تنجب مشروعا يحظى به الإنسان العراقي على حرية وكرامة وعدالة فالدعوة الآن مثل ما تفضل أخي الدكتور مثنى الدعوة لإطار يجمع الكل في هذا لتنطلب وأنا أقول الخير قادم إن شاء الله هذا الآن الفائز في الانتخابات ليس هذه الكتلة أو تلك الفائز في هذه الانتخابات هو الشعب والعراق الرافض للعملية السياسية الرافض لكل مخرجاتها وجزاكم الله خير لعل إجابة الشيخ يحيى كافية في هذا المجال لأنه العراق له خصوصية كما ذكر هذا التنوع ولا تستطيع قوة واحدة أن تجمع هذا التيار العريض المعارض للانتخابات 80% من الشعب أو 5% من الشعب العراقي ولذلك ندعو إلى الأطر ودعونا إلى إطار معارض في الداخل وإطار مناهض سابقا كنا نوسم نحن القوى المناهضة لإحتلال بأننا إرهابيون الآن 85% من الشعب العراقي مقاطع للانتخابات هل يصف هذا الكمب الكبير من المواطنين بالإرهاب؟ طيب الإطار السياسي للقوى المناهضة لإحتلال موجود في الداخل وفي الخارج من خلال قوى عديدة تحت إطار الميثاق الوطني وقوى أخرى خارج الميثاق نأمل إن شاء الله أن تنظم الميثاق لكن هذا التيار الجديد الشبابي وغير الشبابي كانت تيار دورة الشبابي الغالب الآن المقاطعة ليست للشباب فقط لكل الفئات العمرية إذن هذا التيار الواسع والكبير يحتاج إلى أن يؤثر وهذا أكيد سيفتح علاقات واسعة للتعاون أما كتفصيلات وضعت الهيئة كل إمكاناتها في الداخل والخارج لخدمة المقاطعين للانتخابات غير المشاركين فيها قبل ذلك لثوار ثورة تشريف فسخرت وسيلة الإعلامية الأساسية قناة الرافدين ووسائل ومنصات الإعلامية الأخرى حتى أصبحت هي المتنفس يكاد يكون الوحيد لهذه القوة ومدت علاقات شبكة علاقات مع تجمعات والتنسيقيات الشبابية في الداخل أضف إلى ذلك أنها وفرت لها منصة خارجية هذه المنصة الخارجية إيصالة لعدد من الدول التواصل معها تعريفهم على هؤلاء الشباب على هذه القوة لكن مشكلة أين تكمن هنا؟ تكمن في أن هناك قيود مفروضة علينا في الهيئة وعلى بعض شخصيات الهيئة لمنعها من الحركة لا سيما في البلاد العربية والمحيط الأقليمي وهذا مو فقط يعني يقلل جهود نكهيئة وإنما يقلل بالنتيجة جهود ويضيق مساحة العمل الوطني العام فهنا دعوة أيضا لعادة النظر في هذا الموضوع لا يمكن أن يفسح المجال للميليشيات أن تكون لها ممثليات وأن تكون موضع ترحاف في كل دولنا العربية والقوى الوطنية المناهضة للاحتلال لا تجد هذا الأمر وتجد صعوبة حتى في الحركة وفي التنقل وعدم دخول بعض الدول العربية وغير العربية فهذه يعني معاناة ورسالة في نفس الوقت أيضا تأطير العمل المؤسسي للمعارضين للانتخابات المعارضين للعملية السياسية ومن هنا النشاط المستمر لمراكز دراساتنا ومنصاتنا في بيان مفهوم المعارضة ومفهوم المناهضة والتأكيد على أنه كل من في العملية السياسية حتى وإن اعترض على بعض تفاصيله لا يمكن أن يوصف بأنه مناهض للاحتلال وأن كل من في الداخل هو معارض للعملية السياسية ومناهض لها لكن لا يمكن إطلاق هذا الوصف علينا نحن لأننا لا نعارض لأننا نعارضة هي لنظام رسمي نظام معترف به ونحن لا نعترف بهذا النظام هذه القيود والمعوقات التي تعوقنا فضلا عن قيامنا بجهود إغاثية وما إلى ذلك في كل المناطق العراقية التي نستطيع أن نصل إليها ولكن جهدنا جهد المقل للأسف العملية السياسية وأعود وأكرر لأن الألم كبير النظام العربي الرسمي استطاع أن يقلص حجم القوى المناهضة للاحتلال من خلال الضغط عليها للدخول في العملية السياسية فنجد أنفسنا أحيانا كأننا وحدنا في الساعة وأن هذا الجهد لا تستطيع أن تقوم به لا الهيئة ولا المثاق الوطني بمكوناته وحدهم وإنما يحتاج إلى قوى وطنية كثيرة وكبيرة تحت خدعة ما يسمى الانسحاب الأمريكي من العراق سنة 2011 للأسف أكلت العملية السياسية من جرف القوى المناهضة للاحتلال أما الحالة الثورية التي سأل عنها الدكتور حالة المقاومة العراقية التي أوصلت العراق إلى هذه الحالة المقاومة منذ اللحظة الأولى حذرت من موضوع العملية السياسية وقال سيأتي يوم مو فقط الله هي كانت تقول هذا حتى المقاومة فأي انتصار الآن للعراقيين بل حتى انتصار الإخوة في أفغانستان للمقاومة العراقية أثرهم في ذلك وقد أوصلنا لهم هذه الرسالة وهم يقررون بهذا الشيء فإذا الجهود مطلوبة من الجميع وفرصة مناسبة أيضا وجود بعض الإخوة المشايخ خساتتنا الأفاضل والأكارم من ممثلي والرؤساء الهيئات الإسلامية والروابط العربية الدينية هنا في تركيا أننا أيضا نتمنى عليكم أن هذه الرؤية إن اقتنعتم بها تنتقل أيضا إلى كثير من إخواننا للأسف كما يقول الدكتور نواف دائما اكتشفنا بعد ما جرى أننا نضع حواجز بيننا و بين إخواننا ليس فقط الدول تضع حواجز بيننا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم نغيق قندوري كاتب سياسي سؤالي لحضراتكم ذكرت أنه أنتم الآن في طور فتح الأبواب أمام جميع العراقيين المناهضين للاحتلال أو حتى المعارضين للنظام السياسي الحالي الآن يدور حراك شبابي داخل العراق وخارجه لإنشاء فعالية جديدة شعبية تتجنب الصدام مع الميليشيات والقوى القمع التابعة للنظام من خلال فعاليات سلمية في إطار يسمى بالعصيان المدني والعصيان المدني الذي سيكون بطابع عراقي ربما يختلف قليلا عن هذه التجارب التي حدثت في دول أخرى أنه لا يدعو المواطنين أو الموظفين للجلوس على العمل إنما هو دعوة لضرب المصالح الاقتصادية التابعة لهذه الأحزاب ولهذه الميليشيات من خلال مقاطعة المصالح والمنافع المادية التي الآن مستطرين عليها في كل البلد سؤالي للهيئة هل يا ترى مثل هذا النشاط هو يتوافق مع توجهات الهيئة هيئة علماء المسلمين كذلك هل لديها الرغبة بالتعاون مع هذا الحراك الشبابي ودعمهم بأي شكل من الإشكال أو حتى التوافق لتوحيد أهداف ورؤى مشتركة للعمل المشترك وفق الدعوة التي أحضراتكم ذكرتها بارك الله فيك سؤال نظير أكاد أقول لك لا نختلف أبدا في هذه النقطة نحن مع أي وسيلة مع أي طريقة مع أي عمل مع أي جهد بل حتى مع أي نية الوقوف أمام العملية السياسية والنظام السياسي القائم في الإيران وهذا الجهد المدني لأسيان المدني لذا عبرت عنه مطلوب تماما بل يكاد يكون الوسيلة المتاحة حتى الآن لإخواننا في الداخل ليس بالضرورة أن يكون موقفك من العملية السياسية والنظام السياسي ثوري هنا قوة تتبنى الثورية وقوة لا تتبنى الثورية وكل له إطار ومحيط وظروف وبيت والمهم نتعاون على هدف ومقصد واحد وأذكر هنا أن من أولى الوسائل التي جابهت بها الهيئة الاحتلال الأمريكي للعراق كان هو العصيان المدني والمقاطعة الاقتصادية عندما أعلننا الراحل الشيخ عارض الضاري رحمه الله من على منبر جامع أم القرى وكان لصدى وتأثير كبير في كل الأوساط العراقية وقتها فنحن مع أي جهد في هذا المجال ومستعدون للتعاون في هذا الصدد ونرحب بأي جهود صادقة في هذا المجال وباب الهيئة والميثاق الوطن العراقي مفتوح لهذا الجهد وطبعا أثمن على جهدك وجهود الإخوة الناشطين في هذا المجال وفي الحملات الأخرى التي سبقت الانتخابات فقط نقطة للتذكير أن التيار الذي تحدثنا عنه والذي حاز على أعلى أصوات حتى الآن هو نفسه المدعوم طبعا إذا تذكرون بداية المؤتمر المدعوم العربية هو نفسه صاحب أكبر ميليشيا وتيار ميليشياوي في العراق وهذا العراقيين على مدى سنوات طويلة وحداث 2006 لا تغيب عن الذاكرة فما الذي تغير في هذا الموضوع هذا دليل على أنه كل القوى السياسية المتحكمة في المشهد عدى القوى التابعة القوى اللصيقة التي ليس لها تأثير في العملية السياسية كل هذه القوى المتنفذة لديها ميليشيات إن كانت ميليشيات في هذه المرحلة نائمة أو هادئة فإن في مرحلة ما ستقوم بالدور المرسوم لا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور ونلتقي إن شاء الله في فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وبركاته موسيقى